السلام عليكم اليوم محاضرتنا هي Polymerist reaction PCR تقنية تفاعل بالمرأة المتسلسل بهذه التقنية جزيئات الـ DNA راح تضاعف احنا راح نضاعف جزيئات الـ DNA في المختبر خارج جسم الكائن الحي استخدام جهاز الثيرموسايكلر DNA amplification هذه التقنية نستفاد معها في مجالات معينة In a crime scene a sample of DNA was found however amount of DNA was not enough to be analyzed after DNA extraction the scientists want to study a specific part of a gene to do sequencing اذا احنا في مسرح الجريمة راح نحثر على بقايا حية او بقايا خلايا مثلا من دم جلد يعني اي بقايا من من الجاني يعني من القاتل هاي الكمية ما تكفين بحيث احنا نقدر او ما نقدر نشتغل نحللها اذا ما نكثر او نضخم جزء من هذا الـ DNA ايضا بالنسبة الى دراسة جزء من جين او في الجين مسؤول عن مرض معين احنا لازم نكثر هذا الجزء نضخمه حتى نحصل على كمية كبيرة من هذا الجزء احنا ما نعلاقه بباقي الجينوم اللي موجود داخل الخلية ليش احنا مستهدفين جزء فقط من الـ DNA اوكي اذا احنا how scientists solve this problem شون يحلون هاي المشكلة عن طريق الـ DNA amplification تضخيم الـ DNA اذا ما يلي بشكل اساسي there are two methods هناك طريقتين احنا نضخهم جزء من الـ DNA عندنا طريقين ممكن نمشي عليه اول شيء polymerization reaction direct هو بس تضخيم احنا هذا الجزء باستخدام يعني primer out وكذا وreactions بتفاعل معين راح نكثر او نضخهم هذا الجزء ونحصل على protect ونجي نحلل يعني بالsequencing او تقنيات اخرى ممكن او احنا شنسوي ممكن بالcloning هاي القطع اللي حصلنا عليهم نروح ندخلهم داخل بكتيريا اللي تحتوي على بلازميد فنقطع جزء من البلازميد ونجيب قطعتنا نخليها هنانا طبعا القطع واللسق بواسطة انزيمات قاطعة وانزيمات لاسقة اوكي ونرجع مرة ثانية لبلازميد داخل خلية البكتيرية طبعا البلازميد هو قطع الDNA اضافية يعني بالاضافة للDNA الاساسي جينوم مات البكتيريا يعني الكروموسوم الاساسي مات البكتيريا اكو قطعة دائرية هي تسمى بالبلازميد تمام فهذا البلازميد بعد ما نسوي insertion يعني نسوي إدراج قطعة نوية البلازميد تتكاملوا راح يصير جزء من الخلية يعني جزء من هاي الخلية البكتيرية بالتالي هاي البكتيريا من راح نكثرها راح تضاعف قطعة نويةها من نجي نستخلص الDNA مالتها الجينوم الكامل ونضخم قطعتنا راح نحصل على قطعة نقية ما عدنا اي جين ثاني وياها مات الهيومن يعني هاي الطريقة كلش تكون يعني دقيقة ونحصل على يعني قطعة خلي نقول خالية من البرودكت الأخرى يعني ما بيها جينات أخرى تمام إضافة إلى أنه تقنية الليكلونيج استفادة عنها أنه ممكن هذا الجين اللي خلينا بالبكتيريا يكون يعني مسؤول عن إفراز بروتين إنزيم هرمون معين فبالتالي البكتيريا أثناء تكاثرها راح تؤدي عملياتها الأيضية من ضمن عملياتها الأيضية صار هذا الجين الهوست يعني العفو الجين اللي دخلنا داخلها تمام فإحنا بكل أحوال إحنا راح نستخدم تضخيم الـ DNA أما بطريقة PCR Direct أو Cloning PCR و Cloning يعني داخل قطعتنا داخل البكتيريا جيد بالنسبة إلى PCR الـ reaction عدنا يحتوي على عدة مواد الـ DNA اللي راح نخليه إحنا ما راح نضخم the whole DNA إحنا ما راح نضخم كل الـ DNA وإنما راح نستهدف قطعة معينة piece fragment يعني فهذا باللون الأزرق هو الـ DNA عدنا باللون الأحمر هي القطعة بعد التضخيم واضحين هنا هذا باللون الأحمر شون القطعة مالتنا ضخمت ازداد عددها على حساب باقي الجينوم فتسمى هاي العملية يعني in vitro اللي هي خارج الجسم العملية الداخل الجسم تسمى بال in vivo اللي هو DNA replication inside cells how the amplification will be done how you will determine your target sequence how the amplification will be specific for certain segment يعني إحنا يتبادر الذهن بعض الأسئلة إنه شوان إحنا نضخم الـ DNA شلون أنا أقدر أحدد التارget مالتي يعني حدود القطعة شلون أقدر أخلي التضخيم specific يعني خاص لهاي القطعة اللي أنا حددتها هذا يتم عن طريق استخدام PCR primers اللي هي عبارة عن قطع DNA تصمم نظريا وتصنع مختبريا يعني مصانع خاصة به إذن الـ primers شون هي عبارة عن قطع من الـ DNA تسلسلها إحنا نحدده يعني بالحاسوب نظريا ونرسل هاي المعلومات الـ information نرسلها إلمة نرسلها لشركة المصنعة صنعنا هاي القطعة الصغيرة وتكون تستهدف حدود الفراغمنت اللي أنا أريد أشتغل عليه هنا بهاي الصورة موضح الـ primers اللي هي قطعتين كل قطعة متممة لأحد شريطي الـ DNA هنا باللون الأخضر وباللون الأحمر تسمى بالـ oligo nucleotide primers اللي هي بوادق تحتوي على oligo يعني عدد قواعد قليلة تمام إذن تحتوي مثل يعني هي حدودها مشابه للـ DNA لازم بها طرف ثلاثة مثل ما نعرف إنه طرف ثلاثة هو طرف الـ OH هو الطرف اللي ينظاف للقواعد إحنا قلنا الـ polymerase ما يقدر يضيف إذا ما عند طرف ثلاثة حر إذن هنا الـ primers عندي اثنيناتهم بالاتجاهين يحتوون على 3 prime طرف 3 prime حر حتى تنظاف للقواعد ويتمم شريط الـ DNA وتتكرر العملية إلى أن نحصل عدد المطلوب من الجزئات هذا رسم آخر توضيحي هنا عندنا هذا شريط الـ forward strand وهنا شريط reverse strand تخيلوا إنه هاي شريطي الـ DNA انفصلوا تمام فهنا عندنا reverse primer يكون متمم للـ forward strand الـ forward primer متمم المن للـ reverse strand زين نرجع الـ reverse primer هذا شوفوا المربع الأزرق القواعد مالتة تسلسلها تكون متممة لهذه صاحبة بس هو مشابه المن مشابه لهذه الجو ليش لأن بالأساس شريطي الـ DNA واحد متمم للثاني صح له خطأ فأنا من أصمم برايماراتي يكون مشابه لهذه كوبي من عندك كوبي من هذا الجزء اللي هو بالبداية ليش حتى يكون متمم لهذه الجزء وهذا نفس الشيء أتمنى هاي الفقرة تركزون عليها حتى لو تيدون المقطع أكثر مرة إلى أن تفتهمون هذا الجزء تمام إذن الـ forward primer which have the same sequence of forward strand خلنا نتفق على هذا الجزء and bind to the complementary reverse strand the second called الثاني يسمى بالreverse primer which have the same sequence to reverse DNA strand and bind to the complementary forward strand إذن خلصنا من يعني مبدئيا شلون الـ primar ترتبط شلون تتحدد القطعة مالتي الـ reaction شلية components of PCR إذن إذن هاي الأجزاء الأساسية رح نخليها بأنبوبة الاختبار أو PCR tube إذن sample بلون الأحمر هذا موضح إذن DNA sample إذن primar شو نصير بدون الطاب وقت خيلوا القواعد هي عبارة عن طاب تمام هذا top polymerase هذا الإنزيم طبعا هما يستخلصون يعني أو يصنعون من بكتيريا اللي تعيش بالينابيع الحارة فبالتالي يتحمل حرارة عالية احتصل إلى 95 97 درجة سيليزية ولكن هو يتحمل هاي الحرارة بس الدرجة المثالية اللي عمل هي 72 عدنا البوفر مالتنا اللي هو يحتوي على الماء اللي ما كنتفاعل بدون ماء اللي هو ديوناز ووتر وآيونات المغنيسيوم إذن كل هاي الأركان الأساسية يفترض تتواجد حتى يكتمل PCR reaction طبعا بالوقت الحالي حنستخدم master mix يعني هاي القواعد والإنزيم والماء الثلاثة هم هذول الأجزاء الثلاثة موجودين بتيوبات كاملة وجاهزة يعني أنا ما حاجة بعد أجيب تيوب كذا لا يعني تيوب كامل وموجود بهذا ال reaction وأنا أضيف بس العين مالتي اللي أريد أشتغل عليها والبرائمر اللي صممتي إن هاي الشغلتين أنا اللي أجيبهم البرائمر والDNA sample بس هذين الأساسيات يعني أنا أشتغل بكتيريا أشتغل فيروس أشتغل أي شي أي قطعة DNA أنا جايبتها من حيوان نبات هو نفس القواعد ونفس الإنزيم ونفس البفر ونفس الماء اللي أختلف عدني إنه sample شنو هو والبرائمر اللي أصممها على أساس القطعة من الDNA إذن الثابت شنو قواعد البفر واللي المتغير شنو sample اللي أنا أجيبه والبرائمر اللي أنا أصممهم أوكي إذن والتيوبة اللي هي مثلا أما هذا الميكس الخليط جاهز موجود بالتيوبة أو أنا يجيبون يعني الكود يجيبون وأنا أخلي بالتيوبة فارغة فنفس الشي ونفس المبدأ reaction عندي بكل هاي المواد وأجيب أنا برايمراتي والسامبل وأخليهم بالجهاز إذن هسا هذا كل ما نخص الcomponents محتويات التفاعل مات PCR نجي الجهاز شنو دورة هسا الجهاز دورة إنه يرفع للحرارة بالبداية إلى 95 هاي الحرارة هي تسمى بالDenaturation عملية المسخ شوفوا لهذا شريط دبل ستراند شريط مزدوج راح يكسر كل الأواصر الهايدروجينية حتى يحول الDNA إلى شريط مفرد شريط ليش حتى بعدين يجي البرايمر اللي هو قطعة مفردة يجي يلقى شريط مفرد ويرتبط لأنه ما يقدر يرتبط بالشريط المزدوج لازم شريط مفرد بنحجي عن الForward والReverse Primer طبعا الDenaturation هي حرارتها 95 تقريبا المثالية الAnnealing من 60 إلى 65 هذا الRange يعني تعتمد على الPrimer ما تكلم صمم ما شوه كم قاعدة به انواع القواعد سيتوسين نقواني هسا راح نشوف اكو معادلة تحددلي الحرارة هاي اللي هي الAnnealing أو الالتصاق تمام بعدين شوه يرفعلي الحرارة 72 اللي هي يشتغل بها Polymerase يبدي يضيف القواعد إذن هاي ثلاث خطوات أساسية بتفاعل PCR وهاي العمليات راح تتكرر بدورات معينة حتى في كل دورة تتم عملية إنتاج نسخ من الDNA بشكل أسي إذن نجي أول خطوة اللي هي Denaturation إذن هنا نخلي لفراغ Breaking the Hydrogen Bones كل أواصل الهيدروجين راح تتكسر بهاي الحرارة 94 97 أو 95 يتحول إلى شريط مفرد طبعا هذا باللون الأزرق الغامق يوضح لي أنه أنا جاي أضخم قطعة من الDNA ما ضخم DNA كبرى لا قطعة نجي الAnnealing اللي هي الحرارة اللي يلتسق بها الForward والReversed Primer مواقعهم شوفوا وين يرتبطوا في بداية ونهاية القطعة من الDNA اللي أنا محددتها تمام الExtension هنا يجي الأنزيم يكمل من النهاية ثلاثة وماشي ورايح بدربة وهذا بالشريط الثاني نفس الحالة رح تتكرر هاي العملية كذا مرة من خلال Cycles إذن هذا المخطط يوضح لي خطوات الPCR هاي واجهة البرنامج عندنا الDNation نشوفوا وين تصعد الحرارة هذا المحور ومحور الحرارة Temperature بالسيليزي وهذا محور الوقت أو Cycles الدورات هنا الDNation نشوفوا شريطي DNA مفصلا نزل الحرارة للخمسينات التي تلتسق فيها البرمارات بعدين الextension time رح بالاستطالة الpolymerase رح يضيف القواعد طبعا يقول رح تتكرر العملية من 25 30 35 Cycles إذن بالنهاية أنا رح حصل على Billions of copies نعم وضح إنه وشون أنا عندي قطعة من DNA بعد 25 إلى 35 Cycles أنا حصلت على ما يقارب 34 Billions نسخة من الDNA إذن يقول التضخيم هو بشكل أسي شوفوا هنا من فصل الشريطين كل شريط الطاني شريط مزدوج هنا وهذا الطاني شريط جزئتين وكل جزئة جزئتين وهكذا كل ما تزداد الدورات كل ما تزداد النسخ إذن هنا أنا مخطط يوضح لي الstep الأساسية اللي هي أول شي أنا لازم أحدد ال-identification the location of target sequence in the DNA template أحدد القطعة اللي أريد أشتغل عليها ما أشتغل بشكل عشوائي بعدين أنا أصمم primer design والprimer فعلا رح يرتبط بالقطعة اللي أنا أريد ها أجي أنا أضبط PCR optimization بالمختبر أضبط الحرارة الحرارة مالتي أحضر موادي كل ما أحتاج بعدين أنا شاستغل بعد العملية العملية ال-PCR ال-reaction ما يكتمل أروح أرحل بتجيل electrophores اللي هو أنا شرحت لكم في محاضرة سابقة حتى أشوف الفragment وين موقعها وأتأكد إنه شغل صحيح يقول ممكن يصير troubleshooting وكل شوارد يعني وإحنا نتعلم من أخطأنا وممكن نعيد التجربة مرة أخرى ونرحل حتى نضبط ال-results زين نطين example حتى نفتهم الوضعية You want to study a mutation in DLG3G and how it relate to memory يعني أنا اليوم أريد أشتغل على طفرة في جين DLG3 طبعا أنا ما راح أضخم الجين بكبر رضا الجين طولة 100,000 قاعدة 100,000 أنا 100,000 شو نقدر أضخمها يعني أنتم يعني بشكل قياسي تقدرون نضخمون ألفين قاعدة ممكن أكثر من ألفين صعبة يعني وضعنا وبظروفنا وبموادنا وكذا ال-PCR العادي اللي أنا أشرح لكم عنا هسا يعني بالمختبر ما نقدر نضخم قطعة أكثر من ألفين يعني يعني بالعادة بالعادة احنا نضخم ألفين 1500 أقل 200 200 يعني بهالحدود يعني فأنا اليوم أريد أشتغل على جزء من هذا الجين بالضبط أريد أشتغل على هاي القاعدة فهما موضح لهذا شريط ال-DNA هذا ال-forward و ال-reverse هذا جزء من الجين خوش مو الجين كله بالمربع هذا الأحمر هو الجزء اللي أنا رح أضخم بالتحديد أنا أريد أدرس هاي القاعدة لس احنا ما رح نحكي عن A T ليش لأن أنا أقول A أريد أشوف عندي A عندي لغة قاعدة أنتم يعني تلقائيا رح تعرفون إنه بالمقابل أكو T نعرف احنا هذا الجزء من الجين يفترض أو هذا اللوكيشن أو هذا البوزشن لازم بالقاعدة A فأنتم يتبادر ذهنكم أنه الشريط المتمم هو BT تمام نرجع فإذ أنا نردبخهم هذا الجزء بالتحديد أريد 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 A لو صير ضفر عندي وبعدين أنا بدراستي أربط الأشخاص الطبيعيين عندهم A وأربط وين وأيام أربط وين الميمور وين الذاكرة مثلا أنا عندي دراسة على الزهان أريد أشوف الأشخاص اللي عندهم القاعدة A شون هذاكرتهم بيا عمر بدون ينسون خلنقول يعني هاي فدميثال لكم شون طبيعات الدراسة مثلا إذا شخص عنده لا مو أي صار ميوتيشن صار C طبعا شون الميمور ما لاتهم شون ذاكرتهم فهي شا دراسة إحصائية أربط بين إنه هاي عنده C وين الميمور وين الذاكرة عموما فأنا ش لازم أسوي بالبداية أنا لازم أصمم لبرايمارات يقول أكو موقع اسمه برايمار ثري هو مواقع بس المشهورة برايمار ثري هذا الموقع موجود أون أنا أنا مجرد ما علي أدخل sequence ما تجي أحصل ها من الـ NCBI وانطيرا في الـ Parameters معينة أقل لي أنا يريد مثلا ينطيني هو عدة أزواج ما رح ينطيني زوج واحد لا ينطيني عدة أزواج مثلا يقول لي أنت تريد الضخم منا هنا يعني ينطيني عدة خيارات مثلا منا ياخذ قاعدة زايدة قاعدة ناقصة ياخذ مثلا أربع قاعد لي برا لأن أنا ما رح نستخ بس هذا مربع لا رح نستخ أكبر وهو يطيني خيارات أجي أنا أطبق أشوف وين Primarati موجودة تذكرون من قتلكم Forward Primer هو نفس مشابه لل Forward لأحد شريطي DNA ومتمم للآخر والReversal Primer نفس الشي يعني هو sequence مع sequence نجي نجي إنه نشيك ممكن نشيك بالPlast أكو موقع اسمه Plast هذا الموقع من أدخل أسوي Copy للPrimary اللي أنا صنعته أو صممته وأنضيب بيست بهذه الخانة بPlast رح يقل لي هو يبحث من يمي عنده Database أو Database رح يسوي Search رح يقل لي بهذا sequence اللي أنت دخلت مانت لPrimary مانتك مطابق للفارم مطابق للبصل مطابق للمدرش وإنه هو قواعد هي لأس القواعد في كل التائنات يبعنا أنا تثميمي بمشكلة أنا مصميمت لGene Math Humor أرجع مرة ثانية أخذ زوج ثانية أدخل بالDatabase ألقى إنه مطابق 100% لGene DLG3 خلص إذن أنا أخذ هذا الPrimer أخذي على صفحة أخذت الForward ريبرس هذا خوش وPrimer لازم أكوف شروط معينة هسا بعدين رح نشوفها تتوفر بهذا الPrimer حتى يجي فيت على القطعة اللي إتري تضخمها تمام إذن هذا كل ما يخص القطعة اللي حددناها وتصميم الPrimer اللي رح يرتفط بهذه القطعة يعني طلاب أنتم تقنيات ومواد متشعبة كلش ومتنوعة يعني ناخذ كل التقنيات المختبرية تقريباً اللي رح تشتغلوها بالمستشفى أو بالمختبر فأنا ما أقدر يعني أنا أتمنى أنه أتعمق أكثر بهذه التفاصيل اللي هي التفاصيل حديثة وحلوة يعني أنا يعني بحقيقة أستمتع من أشرحها لكم بس أنتم رح ترحون زايد يعني بعيداً بعيداً عن يعني خلو نقول عن التقنية الأساسية ما ددخلكم بالبايو المعلوماتية يعني الحياتية وشون أنا أنزل سيكوينس مات الجين من البنك الجينات وشون أنا أحدد القطعة طبعاً طلاب إذا طالب من عندكم هاب يعني يتعلم هاي الأمور أنا موجودة وممكن أشرح لكم يعني خارج المحاضرة أشرح لكم هاي التفاصيل أوكي بس أنا هاي التفاصيل بال يعني هاي اللي أشرحها الإضافية ما مطالبين بها أنتم مطالبين بالتقنية الأساسية الأشياء الأساسية اللي موجودة بالمحاضرة الأساسية اللي أنا أنزلها لكم تمام يعني أنا من أحكيكم عن طفرة وكذا وبعض الأمور الخارجية لا أنتم ما مطالبين بها أنتم مطالبين بس الأشياء اللي أنا أشرحها يعني الأشياء المادة اللي أنا أنطيها لكم وأركز وأعيد بها هي أيّة اللي تم يعني مطالبين بها أوكي إذن بشكل عام أنا حددت القطعة مالتي بطريقة ما وحددت البرايميرات إجت البرايميرات فيت على الفراغمينت اللي أنا أريد أضخمها شوفوا هاي القطعة مالتي أرفعت الحرارة إلى 95 طبعاً أنا عندي reaction polymerase هذا الإنزيم إحنا أنا أسميه الأسطة يعني البناء اللي يشتغل هذا البرايمير استممت اللي هو عبارة عن قطعة DNA وهاي القواعد تمام فهذا عدي الحرارة صعدة 95 denaturation فصلة أشرطة الـ DNA بعدين ش رح يصير شوفوا إجت قطعة البرايمير تقطت هذا متمم لهذا الجزء ولكنه مشابه لهذا هذا متمم لهذا ولكنه مشابه شوفوا تي تي أي شوفوا تي تي أي نفس الشي زين forward reverse primer إذن حرارة نزلت 58 هاي حرارة الالتصاق نجي شوفوا هذا البوليمر رايز إجا ارتبط بالنهاية 3 أو إجي هو ضعف بالنهاية 3 اللي هي 3OH prime أو 3 prime اللي بها OH إجا اضعف للقواعد اللي هي حرارة يشتغل بحرارة 72 سي لزي وتتكرر العملية شوفوا كتملة الأشرطة وهكذا وهكذا دي ناتوريشن أني لنك إكستينشن تتكرر العملية إلى أن أحصل شوفوا هاي الدورة الثانية سايكل 2 سايكل 3 فرح أحصل على بعد 30 سايكل رح أحصل على 2 قصة 30 كوبي أوف تاركت دي نا إذن هي زيادة قصية تدريجيا هاي القطع الزايدة اللي طويلة رح تروح شوي شوي رح تتحدد يعني باستمرار التضاعف رح تتحدد القطع اللي أنا أريدها تدريجيا تكثر القطع اللي الصغيرة اللي هي بداية بدايتها ونهايتها الforward والreverse primer نزيم إذن التاركت مالتني طولة 350 قاعد هسا أنا من اي جي أحسب القواعد هذني ألقاهم 350 قاعدة منا لهنا أنا ما رح أنا اشتغلت reaction أنا هسا نظريا قدر 53 350 من صممت primary شو أنا صممت إذا ما عرف القطعة مالتيش كبرها وما عرف حدودها قطعة مالتي أعرف حدودها من وين تبدو وين تنتهي وأعرف شنو بيها من القواعد طبعا أنا من جبت هاي المعلومات من reference من مرجع لأنه بنجد جينات بالجين الطبيعي النسخة الطبيعية اللي يفتغ ما بها mutation خوش فأنا عرف الجين الطبيعي شنو هو القواعد اللي بي شنو هي وعدد القواعد الموجودة بهذا الفراغمنت اللي أنا أريد أشتغل عليها هي 350 يجيت أنا عفت اللابتوب بالبيت يجيت بالمختبر أريد أشتغل حطيت ال reaction اشتغلت طلع PCR product زي أنا شو نعرف هذا product هو عبارة عن liquid نعرف reaction buffer polymerase قواعد DNA و sample طلعت ال reaction من الجهاز شنو نعرف أنا هاي 350 قاعدة شنو لازم أسوي elektrophoreses أوكي بالترحيل الكهربائي بهذا الجل اللي أنا نشار حتى لكم مسبقا agarose elektrophoreses أنا أنا ممكن أحدد الفراغ من 8 تشوف هذا اللادر يبدي 100 قاعدة 100 200 300 400 طبعا هاي الأرقام تجي بالفلت يعني أكو ورقة وهذا هذا اللادر عبارة عن هو عبارة عن بفر يجي محلول يعني سائل خلينا بتيوبة هذا السائل يحتوي على قطع DNA هو مقطعين يعني بنزيمات قطعة مقطعين هم بتقنياتهم قطعين قطعين قطع حجمهم 100 قطع حجمهم 200 قاعدة زوج قاعدة 300 زوج قاعدة 400 زوج قاعدة طبعا هاي الباند هاي الحزمة هي عبارة عن billions of copies يعني متتصورون يعني هي هاي عبارة عن ملايين بلايين الجزيئات من القطع بس كلها حجم هاي 400 يعني كلها طول هاي كل قطعة طول هاي 400 قاعدة يجمعن هنا وهاي نفس الشي الى نصر جزء 1200 و1500 حسب الشركة المصنعة زيد أنا بنا نشوف هاي شون المصدر هاي 100 قاعدة هاي 200 هاي 300 وهاي 400 فأنا تلقائيا نعرف انه هاي بين 200 و300 الـ400 بين 300 و400 يعني 350 خلص إذن أنا شغلي مضبوط طبعا بعدين أنا ممكن أنا هاي العينات أشغلها sequence اللي هو معرفة تسلسل القواعد بهاي الجزيئات اللي أنا ضخمت بس شنو بالتضخيم أكو إشارات يعني تعليم كل قاعدة ملونة فالجهاز شون اللي يزر يقرأ لي هاي جي هاي سي هاي إي أعرف أنا تسلسل القواعد ما أنت شنو إذن هو نفس المبدأ يعني أيضا PCR وترحيل نفس الشي حتى sequence هو PCR وترحيل ولكن PCR ملونة قواعد ملونة والترحيل هم نفس الشي هم ترحيل وبس يطيني إشارة انه هاي القاعدة جي يقرأ الجهاز هاي جي هاي سي هاي أي إلى آخر إذن أنا بهالتقنية عرفت القطعمات وعرفت تسلسلها وممكن أنا أشخص أي طفرة بهذه التقنية تمام إذن شنو الأدفانتج مع التل PCR إنه يكون سم بسيط إيزي يعني طريقة ما تتكون إيزي موفد شي معقد وتكون دقيقة والمواد ما تتكون أذيلة يعني تكون متوفرة الرئيجينات مالتا متوفرة وهس تقريبا أغلب المختبرات يعني بها هاي الأشياء يعني ممكن جهاز PCR نلقى ريال تايم PCR أو PCR العادي طبعا ريال تايم هو PCR ولكن بدل ما أنا روح أرحل وأشوف أكو تضخيم لو لا لا الريال تايم مباشرة بشاشة كل تضخيم يعني من يوصل مرحلة عدد نسخ معين ينطيني signal إشارة بحيث أكو فد منحنة يرتفع كل ما يرتفع المنحنة معناها عندي زيادة بالنسخ ضعي في لفد مادة مشقة يعني تنطيني إشارة فهذا فرق بين ريال تايم والPCR العادي إنه ذاك يطيني إشارة بالوقت نفسي أنا أقدر أشوف أكو تضخيم لو لا ما أنتظر ورا ما يخلص ساعتين وجي أرحل وأشوف لا مباشرة ينطيني إشارة والجهاز بشاشة ويقل لك يا بي صار عندك تبخيم ولي كل عينة إلهي فد مكان خاص بها وإلهي فد signal إشارة خاصة بها تمام فالأدفانتج يكون يقلنا easy مواد متوفرة ودقيق وإلى آخر هي الأقليكيشن وين أنا ممكن أستفاد من عنده بالجينو تايبينج معرفة الأنماط الجينية يعني الأليلات معرفة الأشخاص يعني هذا شنو عنده من أليلات وإلى آخره من هاي شغلات الوراثية يعني الأمراض الوراثية أيضا عدي طبعا الريل تايم بي سي آر عدنا كلوني قلونا قلنا نستخدم بي سي آر تشخيص طفرة اللي هسا الأقزام ضلحت هنا عنه سيكوينسينج أيضا تقنية سيكوينسينج نستخدم بيها تضخيم المايكرو الرأي اللي هي أيضا تقنية تشخيصية عدنا الورانسيك الأدلة الجنائية والباترونيتي تاستينج اللي هو اختبار الأبوة طبعا يقول ما كفد يعني ما كفد شروط ثابتة لكل تجارب البي سي آر يعني أنا منشتغل على هذا الجين تجربة تختلف عن الجين الآخر تلاف مثلا خلينا نقول بالأنيلينج إنه البرايمارات الأصممها الجين الإنسولين تختلف عن البرايمارات الأصممها الجين خلينا نقول جلوبيولين أو جين الثيروكسين ليش إن هذا سيكونس جين مختلف قواعده تختلف إذن نحتاج فد optimization حتى أشتغل على البي سي آر أضبط يعني نظريا وعمليا أضبط موادي بالمختبر وأضبط المعلومات اللي أنا أريد أشتغل عليها زين بالنسبة للبرايمار ديزاين إحنا أنا مسبقا نقلت لكم لازم أنا أضبط برايمارات يعني في الشروط معينة أنا لازم أنتبه اللي هي سيكونس البرايمار الطول محتوى الجي سي الجي سي والموجودة الميلتين تمبرتشار الحرارة الذوبان أو إذن الأنيلين تمبرتشار إلي حرارة الالتصاق إذن مثل ما قلنا هاي النقاط لازم نحن ننتبه لها بالنسبة إلى برايمار سيكونس يعني أنا لازم السيكونس متل برايمار مثل ما قلنا يعني برايمار معناه غطي يعني يجي على البداية والريبرس على النهاية فأنا لازم برايمار تحدد الجين مالتي بالكامل أو القطعة اللي أنا أريد أترسها بالكامل اتجنب التجنب القطعتين اللي الصمم هم واحد يلزق متمم للثاني سيكونس مالتهم إذا واحد متمم للثاني معناها خلاص أنا بنخليهم بالرياكشن يجي هاي البرايمار واحد يلزق الثاني وخلاص انتهت المسألة ماكو ماكو لا يفضل يعني بسيكونس يسوي ممكن يختبط في مكان آخر يعني وأيضا نتجنب هذا الرنز يسمونا هاي يسمونا ربيتات يعني ما تفضل والرنز أيضا ما تفضل AGC GGGG هاي أيضا ما نفضل يعني هذا السيكونس مو طبيعي ننتبه للطرف الثلاثة يعني يسبب أنه ممكن مشاكل يعني إذا موجود بهذا السيكونس كروس هومولوغي إنه ماكو تشابه بين البرائمار 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 اللينك حوالي 18 إلى 25 قاعدة الكونتينت الجي سيكونتينت يفضل القواعد القواني وستاتوسين بالبرائمار مالتكم اللي صممون نسبتها من 40 إلى 60 بالمية ليش أنا أفضل الجي سي يعني الكونتينت يكون عالي لأنه قواعد القواني وستاتوسين أواصرهم ثلاثية في البرائمار مني يجي يلتصق بالموقع مالت ما رح يعني رح يكون بثباتية أكثر جي سي كلام هذا أيضا يفضل أنه بآخر خمس قواعد موجودة C والG يعني مثل ما نفس السبب أنه الأواصر الثلاثية فينطي ثباتية طبعا بالطرف ثلاثة لأنه ثلاثة واللي رح أسر بها الإضافة فرح ينطي بيه ثباتية أكثر لأن الأواصر ثلاثية بالنسبة الميلتينج تيمبرتشر هاي الحرارة المين تجي تذكرون قبل شوية من أن الأنيلينج تيمبرتشر تختلف حسب محتوى البرايمر نجي قبل أن نشوف الأنيلينج لازم نعرف شون هي الميلتينج هي عبارة عن الحرارة اللي رح تتكسر بها الأواصر الهيدروجينية بالموقع اللي أنا مختاردتي طبعا لها فتح حسابات معينة شوان أنا عرفها عرفها من خلال محتوى القواعد الموجودة بالبرايمر يعني أنا البرايمر ما نعرف شنو بي أجي أجمحهم أضربهم في أربعة أجي عندي آدنين ثايمين أجمحهم أضربهم في اثنين الأنيلينج نفس هالميلتينج بس ناقص خمسة نحن نحسبها بالمختبر فال يعني الحرارة العالية يعني يعني لا يفضل تكون حرارة عالية جدا ولا منخفضة جدا لسا تقول احنا شو نتحكم بالحرارة أكيد من خلال تصميمكم للبرايمر احنا قلنا الحرارة تعتمد على تصميم برايمر إذا شفت صممت برايمر وشفت الأنيلينج ما لتحسبتوها نظريا من خلال هاي المعادلة العقول شفتوها كلش عالية أو كلش منخفضة جوة الخمسين يعني خلو نقول يعني هذا البرايمر مزيد أنا روح أصنم غيرة يعني شوي أميل على الجين مالتي أو القطعة مالتي إلى الخارج أو إلى الداخل زيان نجي عدنا بعض الأسئلة خليها ناني إذن يفترض بعد إنهاء هذه المحاضرة يعني أنتم تجاوبون على هاي الأسئلة أتمنى المحاضرة كانت يعني مفهومة لكم حصلتوا على كم من المعلومات حاول هاي التقنية إن شاء الله المحاضرة الجاية رح تكون عن بعض النوع من أنواع الموتاشنز اللي الوراثية اللي صير يعني في جسم الإنسان ولسبب أنه أمراض الدم اللي هي أمراض الهيموغلوبين من خلال الاختبار ما لتكون رح تشتغلونا بالمختبر أو